مرحبا فيكم وفي حبايبي بورش العزراء. تحديات وشغلات فان شاء الله الوراء هذا الفترة تكون يعني ايجابية. خلينا نشوف طاقتك في هاي الفترة كيف عامله يا عزراء. اها. شايفيتك عم تاخد حقك او مصر انك تاخد حقك من شخص سلبك اه شيء سلبك مال سلبك اه عواطف اه سبب لك قدلان عم بتكون مركز كتير هذا الفترة انك ما تخسر انك تضلك اه في ايدك يعني خلينا نقول سيف الانتصار وعم بشوف منتصر في هاي الفترة. عم بتحاول تحاول بول الفترة انك تاخد حقك وفي النهاية رح تاخد اه حقك. خلينا نفتح ازا لهاي الفترة. لبرج العزراء. يارب بيكون حلو. تنتهي المشاكل عندهم. يعني حتى الاشخاص اللي بعرفهم من العزراء كتير تعذبوا يعني من. فان شاء الله خير يا رب. آه في في مشروع جديد في حب جديد اه يا عزراء فانكون متفائلين اه اه ممكن تكون اه يكون مال ممكن يكون مشروع جديد اه ترقي في العمل فشي حلو. عم نشوف برج الحمل ايضا. صاهر عندك. ميزان تور. بالنسبة للطاقات عم بتكون طاقات اه هوائية بامتياز اه نارية ترابية اكتر شي. اه في برج السرطان في اكتر شي عم بتكون. اه عم بشوف اه في عندك اه شخص ممكن تكون انثى على فكرة انثى متسلطة انثى ضرتك اه بموضوع من المواضيع. اه كان في حسد من ناحية كان في شر كان في اه هاي على فكرة ممكن تكون هوائية او مائية. الانثى ضرتك بشكل كبير ولكن بشوفك عم اه تاخد اه حقك وعم بتكون اكتر صرامة مع مع هذا مع هاي الشخص مع هذا الشخص. ممكن يكون انثى وممكن يكون ذكر لكن انا يعني برجح انه يكون انثى. عم بشوفك كتير اه يعني اه متمكن خاصة في العمل ممكن يكون كمان في العاطفة هاي القراءة عامة وبالنسبة للعاطفية ممكن تكون عكسية. فعم بشوف كتير اه متمكن الامور عم تمسكها في ايدك من بعد ما كانت اه ضايعة. اه عم بشوفك بتطلع من ضاقت اه طبعا في اه شخص على الصعيد العاطفي على الاغلب سبب لك ازى معين بسبب علاقة اه ثلاثية ولكن هاي العلاقة الثلاثية منتهية مبين عندي. اه رح تنتهي بهاي الفترة الكرت اه طالع مقلوب. اه الشريك رح يختارك مبين انه بالفترة الماضية كنت كتير اه من كتر الارق والكزة اما صرت تتعاطى خلينا نشوف خلينا نحكي اه اه ادوية او كزة عشان تنام عم بيكون عندك مشاكل في النوم او حتى مشكلة صحية تشكلت عن عندك نتيجة اه مشكلة روحانية او اه فراء او اه حزن معين. ولكن اه هذه الفترة رح تكون عندك اه يا عزراء كتير اه امور بتخليك متمكن اه معلومات اه حقائق عم تظهر قدامك نهاية لعلاقات ثلاثية. عم بشوف اه الشريك اه مندفع ناحيتك اه ممكن كمان يكون على صعيد اه العمل اه عم بشوف اكتر من فرصة قدامك في العمل لحتى يعني اه فرص عمل جديدة. وحتى بالعمل اللي انت فيه عم بشوف زيادة زودة بالمال اه اما ترقي او اما يعني موضوع من هذا القبيل اه مشروع عم يزدهر. اه كمان ممكن يكون هذا الكرت عبارة عن اه طاقات سلبية عم بتأثر على الشاكرات عندك. فكون شوي وعم بشوف هنا تشرافي من هذا الموضوع على خير هاي الفترة ان شاء الله. ازا كان هذا طاقة سلبية. انا بشوفه طاقة اه سلبية قوية. اه ازا هذا بشكل عام. اه عم بشوف اه فيه فرصة حمل للعذراء ان كان اه انت او الرجاء العذراويين اه يعني نسائهم. فيه فرصة ان يكون فيه اطفال اه فيه احتفالية رح تكون اه بالنسبة للمتزوجين خاصة اه يعني احتفالية رح تكون اه على اه على نية انه تتصلح الامور على نية انه تتجدد الحب تتجدد المشاعر. اه عم بشوف الشريك اه مندفع ناحيتك هاي الفترة وانت تقاعد وعم تتفرج يعني عليه وعالطرف الثالث اللي عم بنتهي وعم بتكون متحكم ومسيطر هون عنا كتير. اه قلنا بتوقع الابراج. الابراج عم بتكون ميزان او ثور. اه حمل زي ما قلنا اه هوائية نارية اه ترابية فيه مائية بس يعني فيه مائية ايضا. بس اه خفيف يعني مش اه كتير. فهاي الاكترية الابراج. اه عم بشوفك يعني كنت بدك تسافر او حابب انك تبعد وتروح وعن الحبيب او تروح عن المكان اللي انت فيه او تنتقل اه لكن انا نصيحتي ايلك في هاي الفترة ما تتحرك. خليك زي ما انت ما تاخد اي قرارات في هاي الفترة. رح تكون نوعا ما ضدك. فشوف هون الكرت كرت القرارات او كزا طلع لنا مقلوب. هاد تحذير انه ما ناخد قرارات. ولكن المشروع اللي جديدة. حب جديد عم بشوفه ايضا للعزاب فرصة حلوة. عم بشوف فيه معجب. اه فيكم يا برج العذراء. يمكن حاول مرة او مرتين او ثلاث انه اه يعبر لكن مش قادر انه يدخل معاك في علاقة. فانا عم بقولك انه اعطيه فرصة. اه الاشخاص الاشتاد اه في حياتك هاي الفترة عم بكونوا اه يعني اه في خير من وراهم. اه هاي الفترة مطمئنة ممتازة بالنسبة اليك. حلو كتير الكروت عشبتني. خلينا نشوف اكتر على العاطفي. على الصعيد العاطفي. ان شاء الله كمان يعني احنا حكينا عن العاطفي طبعا قبل شوي اه اكمل نقطة بس كمان تأكيدا. انتصار رائع جدا. انتهاء لعلاقة ثلاثية. او انتهاء لشخص عم بيبارزك في العمل. عم بيحاولي تنافس اه انتوية. عم بشوف عندك النصر هذا الكرت التاني. عم بشوف اليك اكتر من اه امنية على صعيد الحب والعواطف. عم تت يعني عم بتتبلور من بعد ما كانت احلام او معجزات بالنسبة اليك. عم بتكون في اه بوادر حلوة من ناحية الحبيب. ولكن بدي شوي احذرك من هذا الحبيب عم يطلع عنا شوي هذا الشخص فيه صفات نوعا ما اه اه عم بتلاعب اه في اشخاص في شغلات عم بيخبيها يمكن بشكل عام. اه عم بيكون اه مولدا نوعا ما او كزا اه بيعمل شغلات ما يعني مش كتير بترضيك. اه اه عم بشوفك عم اه بتحط حد لهذا الموضوع هاي الفترة. اه عم بت بتحاول انك اه تعطي حجمه الطبيعي. اه شايفة انه الحب بناتكم اه كبير اه عم تتخيلوا بعض عم بتحبوا بعض يعني حب حقيقي. بالنسبة للمطلقين عم برشوف اه رجوع يعني من نوع يعني اخر. رجوع اه بشكل حلو لكن بشكل اه مفاجئ. الزوج عم بيقدم تنازلات شايفة او الشريكة عم بيقدم تنازلات معينة عم ينهي طرف ثالث اه كرمالك لحتى يعني ترضى او انه يثبت لك اه حسن النية. اه عم بشوفه بيحبك على العميانة زي ما بيقولوا يعني زي مغمض عيونه وبيحبك عن جد رغم انه عم بشوف كتير فيه اختلافات وكتير فيه عوائق بناتكم ولكن اه عم بيغمي عيونه وعم بيحبك بحب غير مشروط خلينا نقول. طيب خلينا نشوف العقل الباطن طبعك هاي الفترة. يا برج العزراء. اه شو عم بتركز على شو ممكن يطلع لنا اشي مختلف ما بعرف شو. طلع لك كرتين. اوه. هاي المشكلة اللي قلتلك عنها نهاية الطرف الثالث راح تكون قريبة جدا وراح تكون مؤلمة للطرف الثالث. بالنسبة لك انت راح تكون عم بتفرج بمتعة يعني هيك زي المغمض عين ومفتح عين عام حالك مش شايف. بس عم تكون كتير مبسوط بنهاية الطرف الثالث لانه فعلا ازاك. ازاك على الناحية المعنوية وعلى الناحية انه كان يعمل اعمال وشغلات للك وللشريك. فشايفة انه انتصار بكل معنى الكلمة. يعني اكتر من انتصار على هذا الشخص. على مراحل راح تكون. فشي كتير حلو. خلينا نشوف ازا في تحذيرات للك هذا الشهر. او حتى مش تحذيرات ممكن يطلع لنا كرت تاني. او. اه شوف هنا زي تطمين بالعكس مش تحذير. اه طلع لك مثل الكلب اللي بوفي. الحبيب اه وفي للك. اه ولكنه تحت اه ضغوط معينة. ما بعرف شو هي. ممكن تكون طاقات سلبية من طرف تالث. ممكن تكون اه من ناحية العمل. ممكن اطراف عم يدخلوا. ولكن هو من داخله عم بيكون وفي للك. و اه يعني مثل الكلب الوفي مثل الشخص اللي بيخاف عليك الشخص اللي بيحبك من جوات قلبه. ففي عقل باطن جدا بيحبك لكن بدك تصبر على هذا الوضع لحد ما اه تنحل هاي الامور. خلينا نشوف الفريكات اذا في ايشي. اه ها. اه. مبين انه الحبيب رح يرجع فيه شخص إما صديق أو حبيب أو كذا رح يرجع ولكن أنت رح ترفض فمثل بنصحك بعدم الرفض أنه ليش ترفض أو كذا فالتالي من عندك رفض لموضوع معين رفض لشخص معين أنه يرجع لحياتك عم بتكون صارم في هذا القرار فما في داعي لهاي الأمور الرفض ما بيحل مشكلة ممكن نساوي الأمور ونعمل تسويات ونعمل نصلح الأمور بطريقة ثانية لأنه أنا شايف الحبيب شاريك والحبيب عم بيكون بيحاول على الأقل هون بيقول لك رح تكون إن شاء الله هاي الفترة كتير كتير سعيد بسبب اللي قلنا عنه الانتصارات اللي ورا بعض ولكن بيقول لك من كتر الفرحة ما تنغر يعني ما تكون مغرور تتفرج حواليك يمكن يكون في وراك شيء بيخوف ممكن تكون على حافة صخرية فكون يعني متزن في الموضوع افرح ولكن قلنا رح تفرح بالطرف الثالث ولكن افرح باعتدال وشوي شوي ما تغير شخصيتك ما تغير انطباع الآخرين عنك بيقول لك إنه رح يصير في عندك وفرة اكتر اشي انا بشوفها على الممكن على العمل طبعا بالوفرة مادية بس انا بشوفها اكتر وفرة على فكرة ممكن تكون مادية نعم اكتر اشي انا كنت مفكرة اول شيء بالعاطفة طبعا ممكن لكن بالعمل الاقوى لانه عم بيشوف فيه عم تقطف ثمار موضوع معين انت تعبت عليه لك فترة لك فترة عم تستنى هاي الوفرة والان عم تجيك هاي الوفرة اذا حبايدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة